أهلاً بكم مشاهدين وحلقة جديدة من مدار الغالي موسيقى تحلق الأخبار في مدارات نقرأ واقعها ونتعمق في تفاصيلها ونستشرف ما قد تفضي إليه من أحداث وتطورات وفي حلقة اليوم نتابع أوامر قضائية تلزم إسرائيل بوقف هجومها على رفح وتفتح الباب لإدانتها بجرائم الإبادة الجماعية تنفيذ قرارات العد الدولية بين العوائق والعواقب إلغاء فكي الارتباط وتعزيز للسيطان هل تعاقب سلطة الاحتلال الفلسطينيين والمعترفين بدولتهم أم خطوة لإرضاء المتطرفين في إسرائيل موسيقى أهلا بكم صوب مدينة لاهاي الهولندية اتجهت الأنظار إلى مقر الهيئة القضائية الأرفع للأمم المتحدة حيث ألبت في طلب ضمن دعوة شاملة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنها لما يقرب من ثمانية أشهر في قطاع غزة هنا ومن على منصة محكمة العدل الدولية صدر قرار قضائي بموافقة 13 عضوا مقابل رفض عضوين في صورة أوامر مواجهة إلى حكومة نتنياهو تؤكد جنوب إفريقيا صاحبة الدعوة أنه ملزم لإسرائيل ويجب تنفيذه أبرز تلك الأوامر القضائية يتعلق بوقف الهجوم العسكري على رفاح جنوب قطاع غزة والذي اعتبرته هيئة المحكمة تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان والنازحين هناك المحكمة الدولية طالبت إسرائيل كذلك بتقديم تقرير بالإجراءات التي تنفذها في غضون شهر رغم إقرارها بأن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في القطاع أمران آخران وجهال تل أبيب أحدهما بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والآخر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى داخل القطاع قرارات قضائية خرجت للبت في جزء من دعوة أكبر رفعتها الدولة الإفريقية وانضمت إليها مصر لاحقا تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية وهي ما رأت هيئة المحكمة أن الشروط مستوفى لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة بشأنها وفي أوامر سابقة أصدرتها في الثامن والعشرين من مارس طالبت المحكمة إسرائيل بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة من دون عراقيل لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف الحرب ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها إلا أنها لا تملك من السلطات سوى القليل لتنفيذ أحكامها ما يلقي بالكرة الآن في ملعب مجلس الأمن الدولي فهل يصدم التنفيذ بفيتو أمريكي معتاد؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نفتح النقاش في هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهرة عضو فريق جنوب إفريقيا القانوني لمحكمة العدل الدولية السيد عصام يونس ومن القدس المحتلة أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس الدكتور درغام سيف ومن واشنطن المسؤول السابق بالبنتاجون السيد ديفيد ديروش أهلا بكم جميعا في مدار الغد أبدأ معك سيد عصام يونس هل تلتزم تل أبيب بأوامر محكمة العدل الدولية أم تبقى دوما إسرائيل فوق القانون بالنظر إلى تصريحات قادتها يعني دولة الاحتلال استبقت حتى قرار المحكمة بإعلانها أنها لن تلتزم لا به ولا بقرارات سابقة من محاكم أخرى سواء كان فكرة التقدم بطلب من قبل المدعي العام للمحكمة الجمائية بإصدار أوامر اعتقال بحق مجرمي حرب إسرائيليين وصابق على ذلك عدم الاعتداد حتى بما هو أقل من محكمة سواء السماح لمقررين خاصين لأمم المتحدة أو لجعل التحقيق لزيارة مصرحة جريمة كل ذلك يعني أنها دولة لن تتعاون مع المجتمع الدولي ولن تقبل بأي قرار سواء من محكمة العدل الدولية أو غيرها للعديد من الأسباب أولا هناك غطاء سياسي وقانوني يوفر لدولة الاحتلال كلنا نعلم التصويت الحاصل سابقا ولاحقا في مجلس الأمن عندما يستخدم الفيتومي قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذا الغطاء شكل سببا في هذا التحلل من القواعد القانونية والأخلاقية والضرب بعرض الحائط لإرادة المجتمع الدولي محكمة مستقلة هي درة التاج في النظام القضاء الكوني ارتضاها العالم المتحضر لنفسه واجب على دولة الاحتلال التزام بقرارتها عدم الالتزام بها ينشئ واجبات قانونية على الدول فرادة ومجتمعة فرادة الدول تستطيع الآن استخدام ما لديها بالممكنات سواء مع علاقات تجارية علاقات اقتصادية وعلاقات أخرى متعددة ومتنوعية إذا توفرت الإرادة السياسية يمكن لهذا القرار أن يطبق الآن وفورا حالة لمجلس الأمن يعني ربما يشكل أيضا ورقة أخرى بمعنى أنه إذا لم تصوت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار وبالتالي تفشل التصويت مجلس الأمن يشكل قوة سياسية وأخلاقية بضمان مراقبة أن دولة الاحتلال تنتزم بذلك ولكن الدول تستطيع الآن وفورا البدء في إجراءات لضمان تطبيق هذا القانون وبالمناسبة هذه واجبات قانونية يعني العالم قبيلها طوعا أو تلك الدول من خلال عضوية في الأمم المتحدة مفاق الأمم المتحدة ينص على ذلك حتى التكتلات الإقليمية سواء الاتحاد الأوروبي أو يعني اتحاد أمريكا أو الاتحاد الأفريقي يعني يستطيعوا أيضا من خلال هذه التكتلات أن تمارس هذا الإلزام القانوني بضمان قيام دولة الاحتلال بالالتزام بالإجراءات الواردة في قرار محكمة العدل الدولية اليوم نعم إذن الأوامر تصطدم بحاجز كبير جدا من قبل الدول التي تدعم إسرائيل حتى داخل مجلس الأمن وفقا كثيرين ابقى معنا سيد عصام يونس أنتقل لك سيد ديفيد ديروش هل هذه الأوامر اليوم من قبل محكمة العدل الدولية ستوافق عليها الولايات المتحدة ستدعمها وجنوب إفريقيا تقول أن هذه الأوامر ملزمة بالنسبة لإسرائيل أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تستخدم حق الفيتو وحق الرفض الفيتو سيقود قرارات محكمة العدل الدولية فلذا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الجهة الوحيدة القادرة على وقف هذه الحرب لا يمكن أن تأخذ قرارات عندما يكون لدينا حق الرفض الأمريكي الفيتو ولهذا يمكننا القول أن القرارات التي قد اتخذتها محكمة العدل الدولية اليوم لن تؤتي ثمارها ومحكمة العدل الدولية غير قادرة على إنفاذ هذه القرارات فقط مجلس الأمن هو القادر على القيام بهذا والولايات المتحدة الأمريكية بالطبع إذا ما تم التصويت على هذا ستستخدم حق الفيتو عادة ما تدعم الولايات المتحدة الأمريكية المنظمات الدولية التي تمارس الإنصاف والعدالة ولكن الموضوع لا يتعلق بإسرائيل بالطبع عندما تكون إسرائيل أحد طرفي المعادلة تتغير الأوضاع وفي نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تريد أن تحفظ على علاقته ألا يعد ذلك ضوءا أخضر أمريكي لإسرائيل لمواصلة استهداف المدنيين في قطاع غزة تحديدا وفق الأوامر الجديدة في رفح جنوب القطاع والذي ترفضه الولايات المتحدة وفق تصريحاتها رفض استهداف المدنيين بشكل مباشر في مدينة رفح جنوب القطاع الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرف في هذه المفاوضات الحكومة الأمريكية كانت لديها أراء ترفض اجتياح رفح وقد صرح الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكين وتحدث مع القادة في إسرائيل أنهم لا يريدون اجتياح رفح وأن هذا لن يعتد رد فعلي التسم بالنسبية أو المعقولية فرفح مقتضة بمليون ونصف المليون مدنية ولا يمكن اجتياحها فلا يوجد ملاذ آمن فدائما ما كانت ترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي دخول إسرائيلي لرفح وأعتقد إذا ما ركزنا على الفترة الماضية سنجد أن أيضا قرارات محكمة العدل الدولية لم تؤثر على قرارات إسرائيل في مواصلة هذه الحرب إذن أوامر وقرارات محكمة العدل الدولية لن تؤثر على قرارات إسرائيل في المضي قدما في حربها في عموم قطاع غزة تحديدا في رفح أنتقل لك ضيفنا من الناصرة بما ذكره السيد عصام يونس وسيد ديفيد ديروش ضيفنا من الناصرة سيد درغام سيف إذن ما فائدة هذه القرارات وجنوب إفريقيا الدولة الإفريقية تقول أن هذه القرارات ملزمة لإسرائيل في المقابل الولايات المتحدة ستقف سدا منيعا لدفاع عن إسرائيل داخل مجلس الأمن كما أشار السيد ديفيد ديروش ستستخدم إسرائيل أو عفى الولايات المتحدة حق النقض الفيتو يعني بداية أطفق مع ضيوفك مع الأستاذ العصام في الموضوع يعني تعامل إسرائيل مع كل الأوامر الصادقة وأيضا تعاملها الذي سيكون لاحقا مع هذا الأمر وأن إسرائيل معروفة أيضا بتعنتها وعدم اتزامها بقرارات أممية وقرارات دولية وقرارات مجلس الأمن وإلى ذلك ولكن هذا لا يقلل من أهمية هذه القرارات يعني نحن نتحدث عن قرارات صادرة من أعلى هيئة دولية في العالم تلزم إسرائيل بأن تقوم بوقف إطلاق النار في رفح وتلزمها أيضا بأوامر احترازية أخرى الآن أنا أرى عمليا أن بغد النظر إذا قامت إسرائيل بالإنصياع أو عدم الإنصياع لهذه الأوامر أولا هذا عمليا سوف يضع إسرائيل في خانة الدولة المنبوذة عالميا وهي عمليا في منظلق في إنحدار ثوي نحن كونها دولة يعني منبوذة غير مرغوب بها دولة تستحق المقاطعة الدولية كما حدث يعني أيام الفترة لجنوب أفريكا في أيام الأبارتهايب بمعنى أنه هذه القرارات إذا كان من مجلس إذا كان من محكمة العدد الدولية وإذا كان قرارات صادرة أيضا من محكمة الجنيات الدولية وحتى لو لم تنفذ فيه هناك عملية ما يسمى يعني تأثير تراكمي لكل هذه القرارات التي قد يؤدي بالنهاية إلى وضع إسرائيل في موقف محرج يعني شريعا نكون واضحين المحاكم لا تحرر دول والمحاكم عمليا يعني هي أحد الوسائل أو أحد الوسائل التي ممكن أن تحفظ الدول السيادية في أخذ دورها في كل ما يحدث الآن في قطاع غزة الآن لكن إذا بدي أعرج على ذكره كمان يعني ضيفك من واشنطن في قضية حق استعمال النقد البيتو يعني نرى أنه أيضا يعني الإدارة الأمريكية تعاملت نوعا ما بشكل مغاير مع محكمة العدل الدولية عن محكمة الجنات الدولية بمعنى أن هناك نوعا من الاحترام لمحكمة العدل الدولية لأنها جزء من منظمة الأمم المتحدة ولم يحدث سابقا أن قامت المتحدة باستعمال حق النقد البيتو ضد قرارات صادرة من قبل محكمة العدل الدولية لكن هذه المرة ستستخدم هذا القرار من وجهة نظرك أنا لا أعلم أنا أقول أن أنا صراحة بشكل تحليل الشخصي ومتحدث هذا الموضوع من يعني كذا من بداية الحرب أنا أسابع باستمر حق البيتو لسببين السبب الأول كون قادر أيضا يعني نحن نتحدث عن هيئة قضائية عليا مكون من قضاء معينين من مجلس الأمن وإلى آخره وفيناك أيضا قاضية أمريكية قامت أيضا بجزء من القضاء الذين صوتوا من لصالح هذا القرار هذه بالنقطة الأولى بالنقطة الثانية يعني أيضا كما تحدثتم سابقا أمريكا من الأصل يعني تصرح أنها ضد يعني اجتياح رفاق وصرحت أنها تحاول إقناع إسرائيل بعد اجتياح رفاق فقد يكون يعني القرار يعني بشكل يعني أو بآخر مريح لأمريكا من أجل يعني إلزان إسرائيل بتطبيقه هل تتفق مع ذلك سيد إصام يونس يعني أعتقد أن هناك أسباب تدفع إلى ربما أن نقول أن هذه المرة قد يكون هناك عدم استخدام للبيتو وإن كنت أنا يعني وفق الحالة القائمة لأن هناك فجور في شكل الغطاء الموفر لدورة احتلال من قبل ولاية المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تطالب فيه على سبيل المثال بعدم اجتياح رفاح هي ترسل كميات أسلحة التي تستخدم بحق المدنيين يعني قرر الكونغرس مليار دولار قيمة شحنة الأسلحة وأيضا جملة التصريحات الصادرة سواء عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من القرارات هي تؤكد على أن هي تحمي قوة الاحتلال بدليل أن الحرب لازالت قائمة والمدنيون لازالوا يقتلون والتدمير لازال قائم على الرغم من مضي سبع شهور نحن الآن في الشهر الثامن وبإمكان السيد بايدن فقط أن يرفع سماعة التليفون ويوقف الحرب ولكن ما يستخدم من خطاب أعتقد أنه يؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر الغطاء وهذا ما يفسر سبب هذه العنجهية وهذا الهديان حتى في التصريحات يعني حالة من الغضب وحالة من التوتر والتطرف في نقد أو في عدم قبول الإيرادات الدولية من يقترب من نقد إسرائيل إما هو لا سامي أو مرتبط بالإرهاب أو يعني أنه في خانة أخرى وبالتالي حتى محكمة الجنائية الدولية وصفت بأنها محكمة تعمل ضد السمية لكم أن تتخيلوا ليس فقط مدعي العام وهناك تهديد مباشر هناك ربما الموقف الأمريكي الذي أعلن عدم الموافقة على اشتياح رفع قد يشكل سببا لعدم التصويت هذه المرة بالبيتو باعتبار أن قرار المحكمة لم يناقض ما الموقف الأمريكي الرسمي نحن نحدث عن ما ظهر ما بطن لا نعلم به خلف الأبواب المغلقة ما يقال لقادة الاحتلال ربما مختلف عن ما يقال في العلال بدل اشتياح رفع واحتلال معبر رفع وغيرها وفي الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة في الوقت الذي كان يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم اليوم كان هناك استهداف مباشر ومكثف لرفع حتى المناطق الآمنة التي دعا الجيش السكان المدني من رفع بالنزوح إليها تحدث عن مواصق يونس قصفت اليوم وتسببت في أذى كبير جدا في أوساط هؤلاء الذين ينزحون لبرات كثيرة وبالتالي قد يكون هنا افتراض بأن ويات المتحدة قد تصوت ولكن أنا أميل إلى أنها سوف تستخدم حق النقد الفيتو لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعى وتوفر الغطاء القانوني والسياسي والأمني والعسكري لدولة الاحتلال وإلا كيف يمكن لنا أن نفسر ما يحدث واضح سيد عصام يونس ما تقول وإذا ترجح استخدام حق النقد الفيتو من قبل الولايات المتحدة في حال إحالة قرارات وأوامر محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن وهذا ما أشر إليه سيد ديفيد ديروش قبل قليل أنتقل لك سيد ديفيد ديروش فيما تحدث به الضيفان لكن في حال تم ذلك إحالة هذه الأوامر إلى مجلس الأمن للتنفيذ وفق ميثاق الأمم المتحدة البند السابع على وجه التحديد ألا يشكك حينها في مصداقية الولايات المتحدة أنها تدعم القانون في العالم الأمن والسلم الدوليين تعزز الديمقراطيات في العالم ألا تخشى الولايات المتحدة على سمعتها دولياً؟ مرة أخرى أريد أن أصلت الضوء أن محكمة العدل الدولية هي محكمة موقرة ولكن القرارات التي تأخذها محكمة العدل الدولية لا يتم تحويلها لمجلس الأمن بطريقة أوتوماتيكية ولا يمكننا أن نقول الآن من قبل محكمة العدل الدولية أننا نريد أن نفعل قرارات محكمة العدل ولماذا لم تفعل سيد ديفيد دوروش على عجل؟ يعني الأوامر تأتي لإسرائيل بوقف الحرب الإسرائيلية على رفح فوراً من الذي سيقوم بتفعيل هذه القرارات؟ أنا أسألك هناك دول كثيرة قد صرحت أنهم يريدون أن يتوسطوا في الوضع من أجل أن يكون هناك حلول للأزمة والأوضاع المتدهورة في غزة على سبيل المثال للحصر مصر مثلاً قد صرحت أنها تريد الوسطة وقد توسطت بالفعل وقد أولت انتباها لملف المساعدات الإنسانية والإمرار المساعدات الإنسانية من معبر رفح من مصر ووجدنا وجدنا أن هناك مساعدات كثيرة وحتى من بعد الرئيس السابق مورسي الرئيس المصري قد كانت الأوضاع مختلفة وعندما تولى الرئيسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حاول قدر الإنكان أن يستعد الأوضاع الموجودة مع قطاع غزة من أجل أن يكون هناك حكام سديدة لهذه المنطقة نحن ندعم القرار الخاص بالمحكمة العدلة الدولية ولكن أعتقد عندما نتحدث عن فيتو الخاص بمجلس الأمنى التابع للأمم المتحدة ما ذلنا لا يمكن أن تنبؤ بما سيحدث وبالتالي استمرار الحرب على ذات النهج استهداف المدني بشكل مباشر والرد الإسرائيلي كان واضحا سواء على صعيد التصريحات وأيضا على صعيد عسكري باستهداف المناطق الآمنة مواصي رفح وخان يونس إلى المناطق الغربية لقطاع غزة جنوبا إذن كيف تفسر ذلك إذا كان ما أقوله يعني تقول أنه لا كيف تفسر إذن استمرار هذه الحرب بصورة صعبة جدا على المدنيين تقبلها والسهداف المدني بشكل مباشر على عجالة سيد ديفيد ديروش في الواقع مثلا عندما تولى الرئيس السيسي السلطة في مصر قد كان هناك الكثير من التخوفات بشأن حقوق الإنسان في مصر والولايات قد أشار واحد من الضيوف أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على القيام بمكالمة هاتفية واحدة وإيقاف هذه الحرب لكن هذا غير صحيح فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا كانت ضد حكم مصر في وقت من الأوقات عندما تعلق الأمر في حقوق الإنسان الأمر متعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهناك قياس مع الفارق فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر على وجه التحديد أعذرني على المقاطع أنتقل لضيفنا من الناصرة لديق الوقت سيد درغام سيف في هذه الجزئية التي يتحدث عنها سيد ديفيد ديروش في هذا الجانب كيف يمكن البناء على هذا القرار إذا كانت هذه الأوامر أوامر محكمة العدل الدولية لم تنفذ ولا تنفذ بشكل فوري البناء فلسطينيين على هذا الأمر في ضوء الموقف الإسرائيلي الرافض لهذا المسار القضائي والقانوني دوليا دعونا نكون دقائقين بالتعامل مع القرار من جهة الجانب الإسرائيلي والتصريحات التي تصدرت اليوم من قبل القيادات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية وأيضا من قبل المحللين القانونيين في إسرائيل بما يشمل المستشارة القضائية للدولة بمعنى أن إسرائيل يعني متحرجة من عدم الإنصية على القرار لأنها تعلمنا عدم الإنصية على القرار المحكمة بشكل مباشر الذي يكون لها أوقف الحرب على رفح هو سيكون بمثابة نوعا ما وضعها في مأذق قضائي وسياسي كبير لذلك ما يدعونه في إسرائيل ولاحب معي شو يدعوه اليوم في إسرائيل من خلال الكتابات التي كانت تنشر اليوم هم يدعون أن المحكمة لم تصدر قرار يلزم إسرائيل بوقف طلاق النار بشكل مباشر وإنما وقف طلاق النار مشروط بحماية المدنيين وهذا عمليا تحايل على القرار وبمعنى إعطائه تفسير مناقض لمبدأ حسن النية وعندما نتحدث عن كبار المحللين في القضائيين في إسرائيل يتحدثون بهذه الصيغة أنهم سيدعون أن العمليات التي تكون بها إسرائيل هي عمليات محددة تستهدف فقط العسكريين وهذا غير مناقض لقرار المحكمة بينما ترى المحكمة كان واضح وصريح ومعلل ويأمر إسرائيل بإيقاف الحرب بشكل فوري لذلك أنا أتوقع حسب رأيي أنه سوف يكون في حاجة من قبل طاقم الدفاع في جنوب أفريقيا لتقديم طلب إضافي لإضاح هذه النقطة وعدم إعطاء الفرصة لإسرائيل وحكومة إسرائيل ومستشار القضائية بتفسير متحايل لهذا القرار أشكرا جزيل الشكر من الناصرة أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس الدكتور درغام سيف وكان معنا من القاهرة عضو فريق جنوب إفريقيا القانوني لمحكمة العدد الدولية سيد عصام يونس ومن واشنطن كان معنا المسؤول السابق بالبنتاجون السيد ديفيد ديروش شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام برنامج مدار الغد متواصل معكم وفيه بعد الفاصل إلغاء فك الارتباط وتعزيز للسيطان هل تعاقب سلطة الاحتلال الفلسطينيين والمعترفين بدولتهم أم خطوة لإرضاء المتطرفين في إسرائيل أهلا بكم من جديد في مدار الغد الخطوات الأوروبية المتوالية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فجرت غضبا عارما في صفوف حكومة الاحتلال التي ينتمي أغلبها لتيار اليمين المتطرف ليتسابقوا على اتخاذ قرارات عقابية صارمة بحق الفلسطينيين وزير الجيش يو أف جالانت يقرر تنفيذ قرار سابق للكنيسة بإلغاء سرايان ما يسمى بقانون فك الارتباط ما يسمح بعودة المستوطنين إلى المستوطنات التي تركوها عام 2005 بل وإعادة بنائها وتوسيعها أما وزير المالية بيتسل إليس موتريتش فحدد ستة إجراءات لمواجهة السعي الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة أبرزها حجب الأموال عن السلطة في رامالله وبناء ثلاث مستوطنات نظير أي اعتراف دولي جديد بفلسطين ما يطرح تساؤلاً هل الهدف من ذلك التصعيد الإسرائيلي الضغط على الفلسطينيين أم تحقيق مكاسب سياسية لحكومة يضيق الخناق عليها من الداخل والخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب بضيفة مدار الغد الليلة من دبلن السفيرة جيلان وهبي سفيرة فلسطين في أرلندا أهلاً بك معنا سعادة السفيرة في برنامج مدار الغد كيف تابعتم بداية ردت الفعل الإسرائيلية بعد اعتراف أرلندا النرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية والإجراءات على الأرض باتت متلاحقة تحديداً في الضفة الغربية إلغاء ما يسمى بقانون فك الارتباط على وجه التحديد أشكركم على الاستضافة في البداية القرار الأيرلندي الذي كان مع كل من مملكة إسبانيا ومملكة النرويج كان قراراً مهماً قراراً تاريخياً هذا القرار لم يكن وليد اليوم ولم يكن وليد الأيام السابقة منذ السابع من أكتوبر نحن في إرلندا البرلمان الأيرلندي صوت لصالح دعوة الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين منذ العام 2014 وكان الاعتراف بدولة فلسطين على برنامج الحكومة والعديد من الأحزاب الأيرلندية عشر سنوات ونحن نحاول مع الحكومة الأيرلندية ليس فقط جهود السفير اليوم ولكن هو جهود من القيادة الفلسطينية من سفراء فلسطين السابقين إلى أن وصلنا اليوم للدفاع عن حل الدولتين الذي وضعته أيرلندا في العام 1980 من خلال وزير خارجيتها براين لانهان هي تريد أن تحاول أن تحمي حل الدولتين الحل الذي وضعته ودافعت عنها خلال السنوات الماضية التخبط الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر ووقوف دول عديدة في العالم في الأمم المتحدة رأينا 143 دولة تقف أمام العالم وتقول أن لفلسطين الحق لتكون دولة هذا الإجماع العالمي في منبر عالمي مثل الأمم المتحدة هو ليس بسهلاً أيضاً لدول دول في الاتحاد الأوروبي كأيرلندا كإسبانيا إسبانيا التي كانت هي التي عقد فيها مؤتمر مدينت في العام 1991 والنرويجي قادت المفاوضات مع إسرائيل اتفاق أوسل الشهير ولكن أيضاً فكل ذلك وجد ووضع إسرائيل في تخبط أمام هذا الإجماع الدولي ساعة السفيرة في هذه الجزئية تحديداً هل هذه الخطوة من قبل أيرلندا إسبانيا والنرويج هي خطوة لتعزيز حل الدولتين والتوافق على هذا الأمر بالنسبة للدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية البعض اعتبر ذلك تقويضاً لحل الدولتين والبحث عن مسار آخر لأنه يتنافى مع الرؤية الأمريكية والمقاربة الخاصة بالحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين أيرلندا دولة ذات سيادة مملكة إسبانيا دولة ذات سيادة النرويج دولة ذات سيادة السويد دولة ذات سيادة قبرص دولة ذات سيادة الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية وسياسية هي من أكبر الكتل في العالم المؤثرة والتي يمكن بتعاونها أيضاً مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن تعاونها مع الولايات المتحدة لا يمكن إنكار الدور الأوروبي سياسياً واقتصادياً سواء في التأثير في المشكلات العالمية أو في الولايات المتحدة الأمريكية وجود دول من الاتحاد الأوروبي مقتنعة بحل الدولتين وتدافع عنه بعد أن إسرائيل وصلت إلى ما وصلت إليه الآن وأوصلت الشعب الفلسطيني إليها بانتهاكات خارجة عن القانون الدولي والإنساني في غزة جعلت غزة مكاناً غير قابلاً للعيش وهي أيضاً ما زالت تفعل ذلك في الضفة الغربية بمصارد الأراضي وهجوم المستوطنين على الشعب الفلسطيني كل ذلك أشعر هذه الدول بمسؤوليتها مسؤوليتها تجاه على فكرة أيضاً هي تفكر بإسرائيل وبحماية إسرائيل وبحماية إسرائيل من نفسها فحل الدولتين هو حل لحماية الإسرائيليين والفلسطينيين خلال الفترة السابقة لم يكن هناك ضغط دولي على إسرائيل بما يكفي لأن تقف في وجه العنجهية الإسرائيلية فكان هناك هذه القرارات التي جاءت من هذه الدول لتقول لإسرائيل هناك يجب أن تقفي نحن نريد كما نحمي الفلسطينيين والدولة الفلسطينية نريد أن نحمي إسرائيل والبناء في كل مدن الضفة الغربية أيضاً التهويد لا زال بشكل متلاحق هل هذه الدول سترعى إقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطينية خالصة دون احتلال؟ هذا الاعتراف في الدولة سيترتب عليه أمور لاحقة الأمر ليس بالسهل وليس بالهين ولن يأقض يوم أو يومين هي عملية متكاملة إسرائيل لن تضع الحرية للفلسطينيين على طبق من ذهب ولن تقف مكتوفة الأيدي هي منذ السابع من أكتوبر تتخبط يميناً وشمالاً تنتهي كل القوانين الدولية هذه الدول عليها التزامات ويجب أن تقوم بهذه الالتزامات نحن اليوم وجدنا قراراً من محكمة العدل الدولية تقف وتقول قراراتها نحن دولة تسعى من خلال القوانين الدولية ومن خلال القانون الدولي ومن خلال المجتمع الدولي لأن نأخذ حقنا بهذا الاتجاه ولكن أيضاً لا يمكننا المحاربة بأنفسنا أيضاً هناك مجتمع دولي عليه مسؤوليات هذه الدول عندما شعرت أن هناك خطر يهدد أمنها وأمن المنطقة بدأت تأخذ خطوات الخطوات العملية أو التطبيق العملي لهذه الاعترافات لن تكون اليوم ستكون لاحقة ونحن نسعى إلى مزيداً ساعة السفيرة هذه الخطوة تأتي لمصلحة الفلسطينيين اتداءاً ولحماية إسرائيل من نفسها كما أشرت كيف؟ حل الدولتين حماية إسرائيل من نفسها حل الدولتين هو الذي يعطي أمن وأمان واعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة القابلة للتصرف لن يكون هناك أمن وأمان لا لإسرائيل ولا للمنطقة بدون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى إسرائيل هي منذ أكثر من سبعة عقود وهي تحاول تحاول مع الفلسطينيين وتحاول ضد الفلسطينيين وتحاول مع المنطقة ودول المنطقة وتحاول مع العالم كله لفقط حماية أمنها هي لم تدرك أن أمن الفلسطينيين هو الأساس في أمنها الفلسطيني إذا لم يتم الاعتراف بحقوقه الشرعية لن يكون هناك أمن لإسرائيل ولا للمنطقة هذه الدول تعترف هذه الدول الأوروبية الدول الغربية تعلم ذلك تماما هل هذه الخطوة مفروشة بالورود على صعيد الولايات المتحدة التي اليوم منخرطة بشكل أو بآخر وفق كثيرين في الحرب المستمرة على قطاع غزة في دعمها وحمايتها لإسرائيل على صعيد دولي دبلوماسي عسكري وسياسي كذلك هل هذه الخطوة باعتقادك يمكن أن تجابه بردة فعل حتى من داخل دول في الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة لم تصل أي ردود أفعال أنت تعلم أن الدول ذات السيادة لا يمكن أن تؤتى بهذا التهديد وهي تقف للمواقف ولم يتخذ هذا الموقف من إيرلندا والدول الأخرى اعتباطاً هو جاء نتاج دراسة ونتاج قرارات حكومية ودول ذات سيادة موضوع الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية في مارس الماضي عندما ذهب رئيس الوزراء الإيرلندي وواجه الرئيس بايدن بطلبه لوقف إطلاق النار ومساعدة الولايات المتحدة نحن نعلم جميعاً أن الولايات المتحدة هي الممول الأول لإسرائيل وهي التي تدعم إسرائيل والاتحاد الأوروبي كذلك ولكن عندما الولايات المتحدة ترى أن هناك مواقف عملية وضاغطة من قبل الاتحاد الأوروبي أنا لا أعتقد أن العلاقات الدولية يمكن أن تصل في يوم ما إلى أن هذا الحجم والثقل السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي أنه سيكون مهملاً ربما وسائل الأعلام لم تذكر تفاصيل العلاقات التي بين الولايات المتحدة وإيرلندا هناك علاقة خاصة بين إيرلندا والولايات المتحدة الولايات المتحدة رعد السلام في شمال إيرلندا كان هناك رغبة جادة من الأمريكان وعندما يكون لديهم الرغبة الجادة سيجدون طريقة سواء بالتأثير على إسرائيل أو لحل هل هذا الوقت مناسب لطرح أفكار سياسية للحل مع استمرار الحرب؟ لماذا لا تكون المطالبة ابتداءاً وعلى عجل وفوراً لدعم قرارات محكمة العد الدولية والأوامر التي تخرج؟ أيضاً دعم المسار القضائي في محاكمة إسرائيل وقادة هذه الدولة الذين يرتكبون المجازر صباح مساء في قطاع غزة؟ والله يمكن في هذه الحالة أقول أن الدعم الاقتصادي والمالي والسياسي لإسرائيل هو دعم غير مشروط، هو دعم قوي جداً تحاول دول العالم اتخاذ مسارات أخرى غير هذه المسارات التي ممكن تكون على أرض الواقع في سبيل أن يتم عزل إسرائيل أنا لا أريد أن أقول عزل الولايات المتحدة ولكن عزل إسرائيل ما نراه من تظاهرات حول العالم، الجيل الجديد، السوشال ميديا غيرت طبائع الشعوب هذه الشعوب لم تعد هذه الشعوب التي يخفى عليها خافية هذه الشعوب وهذه الطاقة الشبابية التي بدأت تتحول وتتحرك لا يمكن السقوط، نحن يقولون هذا الشباب نحن نرى ما يحصل في غزة ولا يمكننا أن نسكت نحن كلنا جميعاً نشعر إنسانيتنا وهذا الإنسان في فلسطين إنسان يهان يومياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن السقوط على ذلك لأن ذلك سيتعدى بعد ذلك أشكرك جزيل الشكر سعيد كثيراً من الحديث معك سعادة السفيرة جيلان وافي سفيرة فلسطين في أرلندا كنت معناً شكراً جزيلاً لك شكراً لك ولتسليط الضوء أيضاً على الملف المتعلق بقانون إلغاء فك الارتباط في مدن شمال الضفة الغربية نرحب بضيفنا من رام الله الخبير في شؤون الاستيطان سيد صلاح الخواجة سيد صلاح الخواجة أهلاً بك معنا البداية بشكل مباشر ماذا يعني إلغاء إسرائيل فك الارتباط بشمال الضفة الغربية بالنظر إلى الدلالة زمانياً ومكانياً بداية تحياتي لك وللأخوة وللأخوات المشاهدين هذا يعتبر تطور خطير تدير الظهر لحكومة التانياه وتدير الظهر لكل الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات بشكل مباشر مع القيادة الفلسطينية وخاصة قيادة السلطة وهذا يعتبر العودة لاحتلال كل المناطق الضفة الفلسطينية وعادة دعم الاستيطان سواء كان في الضفة أو في قطاع غزة حسب ما كان مقبل عام 2005 وبدي طبيعة تفك الارتباط يرتبط في عدد من القضايا الأولى اعتبار مناطق شمال الضفة مناطق أمنية مغلقة يكون الجيش هو الذي يسيطر عليها حسب قانون الطوارئ وقانون ما يسمى بقانون الدفاع في عام 1945 والقضية الأخرى اعتبار مناطق الضفة الفلسطينية هي أراضي منزوعة السيادة وهذا أمر خطير هو عمليا عدم الاعتراب بوجود السلطة الفلسطينية وعدم الاعتراب بالتقسيمات لاتفاق أستو بمناطق أليف وباوجيم وهذا سيعطي مبرر لتحرك الجيش بدون أي تنسيق مع المؤسسة الرسمية الأمنية في مناطق الضفة الفلسطينية وخاصة في عمليات الاكتحام والاجتياح لمناطق الضفة كما كان في حالة الانتفاضة الثانية في المناطق الفلسطينية وهذا يعني عمليات اتخاذ بالتدريج جراءات إسرائيلية من ضمنها سحب أي امتيازات لقيادة السلطة ومن ضمنها حرية الحركة وما تسمى بتصريح الـ VIB وهذا الـ VIB الذي يعطى للشخصيات الرسمية غالبا في أي نوع من الحركة سواء كانت على الحواجز في مناطق الضفة أو حتى لخارج الـ VIB سيصرح الخواجز على عجالة نذكر هنا التداعيات والعواقب بعد هذا القرار الإسرائيلي هل هذه التداعيات ستطال فقط السلطة الفلسطينية ستطال كبار الشخصيات والقيادات أم ستطال كل مواطن فلسطيني يعيش في مدن الضفة الغربية لأنه الاستيطان لا يتركز فقط في شمال الضفة الغربية بالتأكيد أولا كما ذكرت حول موضوع الاستيطان سيطول كل أبناء الشعب الفلسطيني وكل المناطق الفلسطينية ولكن الخطوة الأولى هي إعادة المستعمرات المخلاء الأربع مستوطنات في مناطق شمال الضفة الفلسطينية ثلاثة منها في منطقة جنين ومنطقة نابلس وخاصة هناما نتحدث عن غنيم ومستوطنة كديم ومستعمرة حومش الذي كان لنا دور كبير في عمليات تصدي للمستوطنين في العودة إلى هذه المستعمرة والمستوطنة التي لا تشكل هي بؤرة استيطان بل ستكون هناك مستوطنة تشكل مرجعية أو مكان لتدريب المجموعات المتطرفة في المستعمرات سواء كانت شبيب تليال أو تدفيع الثمن ومستعمرة سانور وبالتالي هم الآن بين غفير وسموتريش يعتبروا أينما تكون المستعمرات يمكن أن تخفف من حالة القتل للمستعمرين والمستوطنين في مناطق الضفة الفلسطينية وهذا تبرير لتعزيز الإسلام القضية الأخرى على إضافة لعملية فك الإرتباط بإعلان من غفير من قلب مدينة الكدس وخاصة من باب المسجد الأقصى المبارك بأول أمس بالإعلان عن الاقتحامات المستمرة والدعوة لإقتحامات الأقصى المبارك وعملية التقسيم الزماني والتهويد المناطق المقدسة والقضية الأخطر هي الإعلان عن بناء 1200 وحدة استطانية ضمن مشروع إيوان وهذا المشروع الذي كان هناك تباين في وجهة النظر مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998 وحينما كنا كليجان ومقاومة شعبية بدأنا بفرض الأمر الواقع من خلال بناء الكرة الإفتراضية مثل قرية باب الشمس وأحفاد يونس الذي حاولنا التصدي لمشروع الإستطان وكان آخرها الموقف الأبرز في التحدي في الخان الأحمر نعم إذن تحديات كبيرة واجهها الفلسطينيون على مدى السنوات الماضية في مواجهة قرارات الإستطان لكن ما الجديد ما الخطورة التي تشكلها هذه القرارات اليوم وهي تأتي من وزير الجيش من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية وبتنفيذ كذلك من وزراء في الحكومة هذا تجسيد لما يطمح له سموتريتش وابن غفير في تدمير المؤسسة الرسمية للسلطة الفلسطينية وإدارة الظهر لكل الاتفاقيات سواء بدءا بتعزيز الإستطان أو سحب الامتيازات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية وضربها وحصارها اقتصاديا لأنه سيكون إضافة إلى هذه الخطوات وقف عملية تحويل المقاصة وهي أمال الشعب الفلسطيني التي تأخذ كضرائب على المواد التي تتم استيرادها لمناطق الضفة الفلسطينية إضافة إلى عدم الربط ما بين البنوك الفلسطيني والبنوك الإسرائيلي وبالتالي هناك حصار سياسي اقتصادي أمني وإضافة إلى ذلك خطوات لتوسيع الإستطان وتعزيز المستعمرات والمستوطنات وتأسيس لما يسمى بأسوأ نظام أبرتهايد وفصل عنصري سيكون في مناطق الضفة الفلسطينية من خلال تحويل المدن والكرة والمخيمات إلى 176 كنتون هل سيجلب هذا الواقع الجديد القديم الذي تحاول إسرائيل أن تكررسه في مدن الضفة الغربية هل سيجلب لإسرائيل الأمن؟ هو سيجعل مناطق الضفة الفلسطينية مناطق ملتهبة وأكثر تصعيد وكفاح كما كنا في الانتفاضة الأولى وحتى في الانتفاضة الثانية والتظاهرات والاحتجاجات التي كانت ضد الاستطانة وضد الجدار ولكن هذا يجب أن يؤسس إلى مرحلة جديدة منك فلسطيني لا يجب أن يبقى الوضع القائم هو في إطار ردات الفعل على ما يجري من كرارات إسرائيلية بل المطلوب منك فلسطيني الآن تغليب كل المصالح الوطنية العامة على المصالح الحزبية والذاتية ووضع رؤية واستراتيجية بديلة باعترافنا جميعا أننا ليس في مرحلة حال نحن في مرحلة صراع وكفاح وتحدي ويجب أن نبني استراتيجيتنا على أساس المواجهة أولا على الأرض مواجهة الاحتلال والاستطان وثانيا تفعيل فتوى لهاي صادرة على المحكمة العدد الدولية في عام 2004 الذي تعتبر أن الاستطان والجدار مناطق يجب غير شرعية ويجب إنهاء الجدار والاستطان وأن الكدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة صلاح الخواجة الخبير في شؤون الاستطان كنت معنا من رمالله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا نهاية هذه الحلقة من برنامج مدار الغد شكرا لكم على كرم المتابعة هذه تحياتنا حازم زميلي دوما في أماننا اشتركوا في القناة